وقد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمانة الخليفة رئيس الوزراء الموقر صباح اليوم بتدشين إطلاقي اسم الموفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على أحد شوارع مملكة البحرين بمنطقة الجفير وذلك بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة عاهل البلاد المفدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشاري خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث وعدد من كبار المسؤولين والوزراء بمملكة البحرين وعدد من النواب وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الصحافة والإعلام وبعد أن أزحى سموه الستارة الخاص بيتلقي اسم صاحب السمو الأمير سعود الفيصل قال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إن مناقب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز أهل السود أكبر من أن تختصرها الكلمات فقد كان رحمه الله رجلا لا يخشى في الدفاع عن وطنه وأمته لوم تلائم وهو ما جعل منه نموذجا متميزا للعطاء الوطني واستحق أن ينال محبة واحترام الجميع وأكد سموه أن شعب البحرين لن ينسى مواقف المغفور له بإذن الله تعالى الداعم والمساندة لمملكة البحرين ودفاعه عن أمنها واستقرارها في كافة المحافل الإقليمية والدولية وأضف سموه أن قيام البحرين بإطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى على أحد أهم شوارع العاصمة المنامة هي رسالة وفاء وامتنان للأمير الراحل على كل ما قدمه من أجل البحرين وما اتسم به من شجاعة في الوقوف إلى جانبها في مختلف الظروف وقال سموه أن علاقة مملكة البحرين بصاحب أسم الملكي الأمير سعود الفيصل رحمه الله تجسد بجلاء حالة من المحبة المتبادلة لرجل استطاع بقدراته الدبلوماسية المتميزة أن يكون صوت الحق فاستحق أن تظل ذكره خالدة في أذهان جميع أبناء البحرين أبدا الدهر وأكد سموه أن الأمير سعود الفيصل عبر بصدق عن توجهات القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي أرست عبر السنين النموذج في الأخوة الصادقة والمبادرة إلى مساندة الأشقاء في مختلف الظروف فالحكام من أهل سعود الكرام جيلا بعد جيل يقفون في مقدمة الصفوف للدفاع عن الأمتين العربية والإسلامية وأشاد سموه بعمق علاقات الأخوة والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل ما يجمع بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود من علاقات متميزة تجسد ما يربط بين البلدين والشعبين من أواصر القربة والنسب والمصير المشترك وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية شقيقة بقيادتها الحكيمة تمثل السند القوية والمتينة لكافة الدول والشعوب العربية والإسلامية ومبادراتها في نصرة الحق والعدل والدفاع عن الدين تلقى احترام وتقدير الجميع واستذكر سموه بكل المحبة والتقدير وقفات الشقيقة السعودية الداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين ومؤكدا سموه أن جميع أبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية بأسرها يقدرون عاليا ما تقوم به السعودية من جهود للذود عن كرامة الأمة وسلامة أراضيها وسيادتها وأعرب سموه عن تمنياته للشقيقة السعودية مزيدا من الزهار والتقدم تحت راية قيادتها الحكيمة وفي ظل تماسك شعبها والتفاف حول قيادته في كل جهودها على صعيد التنمية والتطوير من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن الاعتزاز بافتتاح هذا الشارع الهام الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى تخليدا لذكراه وتكريما لدوره في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وإقامة جسور المحبة والتعاون والإخاء بين البلدين وشعبيهم الشقيقين وقد أكد أن هذا الشارع الذي يحمل اسم الأمير الراحل الكبير في عطائه وتبحياته وبما قدمه وأنجزه لما فيه خير وطنه وأمته العربية والإسلامية سيذكرنا في كل يوم وكل ساعة برجل من رجالات عصره وأمته الذين أفنوا حياتهم في الدفاع عن قضايا وطنهم وأمتهم ونوه سموه إلى أن إقامة هذا الشارع باسم سموه الأمير الراحل يأتي تعبيرا صادقا عن ما تكنه مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا من حب ووفاء لسموه وتخليدا لذكراها التي ستبقى في قلوبنا دائما أبدا إنه لشرف عظيم بحضوركم سيدي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر أن نشهد أمر سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدأ حفظه الله ورعاه بإطلاقي اسم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود على أحد أهم شوارع العاصمة المنامة في مبادرة تجسد بجلاء وفاء مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا للراحل العظيم وتنطق بكل صدق ووضوح بما للفقيد الغالي من مكانة خاصة في قلوب أهل البحرين جميعا ولملاء وهو الذي خدم بكل إخلاص وبمنتهى العزم والقوة بلاده ودول الخليج والأمة العربية والإسلامية بل والعالم أجمع لقد حمل رحمه الله دبلوماسية المملكة العربية السعودية الشقيقة طوال أربعين عاما تاركا خلفه صرحا ضخما وآثار رحلة طويلة قضاها في رسم سياسة بلاده الخارجية كما كان علامة فارقة في تاريخ الدبلوماسية العربية وفي التصدي لمختلف الأزمات التي واجهتها الدول العربية والإسلامية بحكمة مشهودة ومواقف حاسمة فخلدته في ذاكرة الأمة كأحد أبرز رجالها على مر العصور ولسمو الأمير سعود الفيصل طيب الله ثراه مواقف تاريخية داعمة لمملكة البحرين وتطورها وأمنها واستقرارها في أحسن وأصعب الظروف وفي أدق الأوضاع حيث جاب سموه العالم من أجل الدفاع عن البحرين في مواقف سيسجلها التاريخ في صفحاته الناصعة كشاهد على عمق كشاهد على عمق وقوة العلاقات بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية وستظل هذه الجهود الضخمة والمواقف الخالدة باقية في قلوبنا وحاضرة في ذاكرتنا الوطنية وستبقى دوما محل فخر واعتزاز وعرفان من قبل أبناء البحرين جيلا بعد جيل لبصماتها الجلية في حياتنا وفي تاريخ وطننا لقد كان رحمه الله مدرسة متفردة تجمع بين جنباتها الأخلاق العالية والعلم الواسع والدبلوماسية الحكيمة فكان مثالا للعمل بكفاءة لا مثيل لها ونبل لا نظير له مع امتلاكه الجرأة والحكمة والمنطق والحجة التي جعلت صوته مسموعا ورأيه صائبا وموقفه سديدا وها هي مملكة البحرين تخلد الذكرى العطرة والسير الطيب للمغفور له بإذن الله تعالى الأمير سعود الفيصل على أرضها بتسمية أحد أهم شوارع العاصمة باسمه كما فعلت في العام 1976 بتسمية أحد أكثر شوارعها أهمية وحيوية ولا يزال باسم والده الراحل المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز أهل سعود طيب الله ثراه ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن ندعو الله جلة خدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه وعظيم عفوه وأن يسكنهم فسيح جناته إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ناحيته قال سعادة وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطط العمراني المهندس عصان بن عبد الله خلف قال إن إطلاق اسم وزير الخارجية الراحل للمملكة العربية السعودية على شرع الجفير الدائري ما هو إلا تكريم لعطاءاته وتخليد لذكراه ومواقفه السامية تجاه الأمتين العربية والإسلامية وأضف أن إسامات المملكة العربية السعودية في دعم وتمويل مشاريع البنية التحتية لا حصر لها وتصب جميعها في خدمة المواطن لذا جاء التوجيه السامي من لدن عاهل البلاد المفدة عرفانا على جميل عطائه وإنجازات المملكة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثم أقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر معدوبة غداء تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث حضرها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في تذكر عظم مواقفه السياسية المشرفة تجاه البحرين على وجه الخصوص ومواجهته لكل ما قد يهدد ثبات بنيان الصف الخليجي والعربي على وجه العموم تسميته باسم الراحل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل اللي اعتقد انه له مواقف ليست فقط للبحرين مواقفه على الأمة العربية والإسلامية ويشهد لها القاصي قبل الداني وهذه شيء بسيط جدا احلال اسم الامير الراحل وزير الخارجية السعودي الأسبق سعود الفيصل على أحد أكثر الشوارع حيوية وأهمية في العاصمة التي كان يحبها ما هو إلا بادرة وفاء تبنتها القيادة الحكيمة لتترجمها بأسلوب التكريم والإجلال لعميد وزراء الخارجية ومن قبله الأب الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز الأمير سعود الفيصل رحمه الله لم يكن فقط للسعودية وحدها وإنما كان للمحبين من أهل هذه الجزيرة العربية وخليج العربي بصفة خاصة والبحرين كذلك بصفة خاصة وله مواقف كبيرة وكثيرة يعرفها القاصي والداني ولكن هذه المبادرة من ملك البحرين وحكومة البحرين وشعب البحرين بالنسبة لنا نحن في المملكة العربية السعودية نرى فيها الوفاء كل الوفاء والتكريم كل التكريم ومبادرة تستحق أن نقف أمامها بإجلال أربعون عاماً أمضاها أمير الدبلوماسية السعودية منشغلاً في حل أهم القضايا العالقة عبر قيادته للعمل السياسي العربي وتأثيره اللافت على تسوية أبرز الملفات في المنطقة والعالم أجمع رجل استثنائي جاء تخليد ذكراه استثنائياً أيضاً حرصت على إحقاق رسمه قيادة حفظت وشعبها الودة ولا زالت تبقي على العهد مع الأمير الذي رحل بجسده ولم يضل التقدير لروحه التي كانت تتنفس وحدة اليد الخليجية ولم تساوم يوماً على أمن قومية عربية لطالما عانقت مطامحها السماء لتلفزيون البحرين محمد الشيدات